ليلة رأس السنة ما هي قصتها الحقيقية وما هي أشهر عادات بعض دول العالم مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديد هيا لنبدأ يعتبر الاحتفال ليلة رأس السنة احتفالا دينيا في بعض دول العالم مثل دول أوروبا الوسطى والتي تعرف باسم ليلة القديس سيلفيستان حيث تعتبر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الأول من يناير عيدا وذكرا للسيدة مريم العذرة وهو يوم مقدس في البلاد ذات الغالبية المسيحية حيث يتوجه الكاثوليك لإقامة الصلاوات في الكنائس وحضور قداس عشية رأس السنة كما يحتفل البعض بذكرى البابا زيلفيستر الأول في ذلك القداس أما التجمعات المسيحية البروتستانت فهي تتميز بتقوص خاصة بعشية رأس السنة الميلادية وبشكل خاص أتباع الكديسة اللوثارية والميثودية حيث يتوجهون بعد منتصف الليل لأداء تقوص الشكر على عام مضى والتي تقامه في الأغلب باللغة الإنجليزية ترجع هذه التقوص إلى جون ويزلي مؤسس المذهب الميثودي من أهم تقوص وصور الاحتفال برأس السنة في بعض الدول مثلا في الضاني مارك يتم الاحتفال بليلة رأس السنة مع الأسر والأصدقاء وذلك بتحضير وجبة العشاء الخاصة بهذه الليلة بالأطباق التحضيرية مثل وجبات لحم الخنزير اللفت المذبوخ هذا إلى جانب شرب الشامبانيا كما تقام العروض في كوبنهاجن عند منتصف الليل بتجمع الآلاف في أكبر ميادين المدينة على إطلاق الألعاب النارية ودقات أجراس بورج تارون هول مع منتصف الليل أما في فرنسا فتعرف باسم ليلة القديس سيلفي السر والتي يتم الاحتفال بها بإعداد وليمة خاصة تضم أطباق كبدي الإوز والمأكولات البحرية مثل المحار إلى جانب شرب الشامبانيا وسط الحفلات العائلية الخاصة أما في ألمانيا فتعرف أيضا باسم ليلة القديس سيلفي السر التي يتم بالاحتفال بها بإطلاق الألعاب النارية الفرضية والجماعية وسط الميادين الكبرى هذا يعد الاحتفال بليلة رأس السنة في مدينة برلين من أكبر احتفالات رأس السنة في أوروبا والذي يضم ما يزيد عن مليون شخص في بوابة براندن بروك أما في اليونان مدينة التاريخ العريق وتراث التقليدي الذي يظهر بوضوح في احتفالات ليلة رأس السنة بالغناء والتراتيل والتي تبدأ منذ النهار حتى بداية العام الجديد مع إقامة وجبات العشاء التقليدية مساءً بفطيرة بيل بنكهة الموس ويتم تبادل الهدايا والمفاجآت بين الأهلي والأصدقاء أما في إسبانيا فتقام الولاء بإعداد أطباق الجنبري ولحم الضام وارتداء الملابس الجديد الحمراء والتي يعتقد أنها تجلب الحظ السعيد ومن التقاليد القديمة تناول كل شخص 12 حبة من ثمار العنب مع تناول ثمر واحدة كل ساعة والذي يعتقد أنه العد التنازلي لساعات العام الذي يمضي وقرب قدوم العام الجديد مع شرب الشامبانيا بالطبع وعصير التفاح أما في البرازيل فيعد اليوم الأول من العام الجديد عطلة رسمية والتي تبدأ فيها العطلة الصيفية واحتفالات الكارنفال مع إعداد وجبات عظيمة للأهلي والأصدقاء وشرب الكحول والشامبانيا والذي يعد هو المشروب التقليدي في هذه المناسبة مع أكل العنب والعدس قاموا أكبر الاحتفالات في ريو دي جانيرو أكبر عروض الألعاب النارية بمناسبة هذه الليلة مع الحفالات الموسيقية والألعاب النارية كما تستقبل مدينة ساوطولو ماراثون سان سيلفستر أما في الإمارات العربية تقام في مدينة دبي الاحتفالات الرسمية برأس السناء الجديدة بشاطئ الجميرة في برش الخليفة مع إطلاق الألعاب النارية قامت الحفالات الموسيقية والغنائية وإضاءة الأبراج بالأنوار والإضاءات الملونة وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة